بس في خبر مهم الحقيقة حابة بتكلم فيه خاصة أنا وأن في حالة خوف الحقيقة لدى جماهير النادي الأهلي بموضوع إصابة حمد فتحي الحقيقة دكتور رحمد أبو عبلا قال مش إسلام دكتور رحمد أبو عبلا قال إن حالة حمد فتحي مطمئنة بعد شكوى في يعني ساعات وانت من الإجهاد ومن المباراة الكتيرة ومن المجهود الكبير اللي أنا كلعيب في وسط الملعب ببزيله بيجي لك شوية تعب كده خفيف في العضلة اسمها العضلة الخلفية ما هو حمد فتحي هو قدامنا هو يعني أنا بنتخيل أصل واحد يقول لك كده عنده مزق في العقل جماعة ما فيش لو عنده مزق ما يجريش كده أنا هو بقولها لك بعيدا بقى عنده دكتور رحمد أبو عبلا والكلام ده كله لو عنده مزق ما يجريش كده فيش حد عنده مزق يجري كده جماعة ولا شد حتى يجري كده الشد ما يجرقش كده أساسا الشد بيخليك تجر رجلك شوية فممكن تكون بس حس كده بإيه بسنة بسنة بسيطة في وجع ولا حاجة فقال لك ريح إيه المشكلة قال لدكتور رحمد أبو عبلا اللاعب حيخضع لبرنامج تأهيلي مصغر الحقيقة لتجهيزه لمباراة إيه قالوا داد وبالفعل زي ما حضراتكم شايفين حمدي فاتحي بدأ تنفيذه النهاردة بيجري يعني اللي أنا أعرفه إن لو جالك لقدر الله لقدر الله مزق في العضلة الخلفية يعني جالنا كتير لو جالك مزق في العضلة الخلفية على الأقل بتريح أسبوعين منهم أول أربعة أيام أو تلت أيام بتعمل تلج وبتقعد في البيت وتعمل تلج بس بتعملش حاجة تانية فده علامة مبشرة جدا 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 على أن ما فيش حاجة اسمها شد أنا آسف ما فيش حاجة اسمها مزق هو قد يكون شد أو مش شد كمان حاجة بسيطة جدا جدا إن شاء الله خلال الفترة أو خلال الساعات الماضية أكدت الأشعة إن الحمد لله الأمور مطمئنة إلى حد كبير وإن شاء الله حمدي فاتحي يكون جاهز للقاء الوداد وإن شاء الله أيضا محمد الشناوي وعلي لطفي بينفزوا برنامجهم التأهيلي الخاص بيهم لتجهزهم إن شاء الله للمشاركة في ألميران الجماعي إن شاء الله الشناوي حيكون جاهز لمباراة الوداد بناء على الموقع الرسمي للنادي الأهلي اللي قال إن الشناوي إن شاء الله حيكون متواجد في المباراة النهائية ولكن على الجانب الآخر لما تيجي تتكلم لازم تتكلم عن مصطفى شبير مصطفى شبير لا حارس بعيدا عن حتى تقول يصله ابن أحمد شبير كابتن أحمد شبير وكابتن أحمد شبير على دماغي لكن لو الولد وحش لو مصطفى وحش ما حدش حيستحمله ما حدش حيستحمله يا جماعة لازم نبقى واخدين بالنا من هذا الكلام مصطفى كلاعب أو كحارس مرمى لاعب جيد وموهوب حارس مرمى جيد وموهوب طيب وش الناوي وعلي لطفة هم كمان بسم الله من شاء الله الأمور ماشية في تحسن واضح لكل اللاعبين بسم الله من شاء الله ربنا يا كرامهم ويكملوا والأمور تبقى أفضل وأفضل خلال الفترة جاءة فعندنا عندنا حراسة المرمى الحمد لله زي الفل وأمورنا كويسة والأمور ماشية في شكل رائع وفي ان شاء الله ان شاء الله أمور رائعة